معنا مشاهدين عبر الأقمار الصناعية من أعمان جمال الموسى مستشار الأرصاد الجوية بمركز طقس العرب سيد جمال مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا إذن ما الجديد حتى الساعة بخصوص هذا العصار وماذا نعني بأن العصار أصبح من الدرجة الثانية فعلا هو يوم الثلاثة أخذ الصفة العصار وأخذ هذا الاسم وأنبارح كان تأثيره كبير زي ما شفنا بتقريركم على جزيرة سوقطرة الآن يتحرك ميزة هذا الإعصار أنه يتحرك ببطء بسرعة تقريبا 10 كيلو متر في الساعة بينما معدل سرعة الأعصير بشكل عام هي بحدود 30 كيلو متر في الساعة هذا يجعل أن تأثيره فوق أي منطقة منفردة أطول وبالتالي يكون الدمار أكثر الآن يتجه منتوقع أنه مساء هذا اليوم والليلة الجمعة للسب أن يدخل الأراضي العمانية خاصة سواحل ظفار وصلالة وأيضا المنطقة الوسطى يكون تأثيره عليها كبير تأثير هذا الإعصار أنه سيكون في بداية لما يدخل سيكون من الدرجة الثانية سرعة الرياح تكون ما بين 155 إلى تقريبا 165 إلى 170 كيلو متر بالساعة إذن رياح عاتية أمواج عالية ستوصل ارتفاع الأمواج ما بين 8 إلى 12 متر تقريبا وأيضا ارتفاع منسوب المياه على المناطق الساحلية بحدود 3 إلى 5 متر وأيضا هناك كميات أمطار كبيرة جدا وغزيرة جدا أمطار راعدية ينتج عنها حدوث فيضنات وسيول وانزلاقات للطربي أيضا في فترة زمنية حوالي بين يومين إلى 3 هذه كميات الأمطار تقدر تقريبا ما بين 400 إلى 600 مليمتر خلال يومين إلى ثلاثة أيام في المنطقة سيد جمال التأثيرات هذا الإعصار أيضا بتحرك إلى الشمال الغربي طيب نعم أعذرني عن مقاطعة تأثيرات اللي ذكرتها حضرتك حركة إلى الشمال الشمال تفضل تفضل سيد جمال تفضل نعم التأثيرات اللي ذكرتها حضرتك هذه التأثيرات وحركة هذا الإعصار أكمل تفضل آه فهذه التأثيرات إذن أمطار غزيرة جدا أمطار رعدية كميات كبيرة ينتج عنها سيول وفيضانات وارتفاع لمنسوب المياه أيضا رياح عاتية جدا وقوية جدا ممكن توصل سرعتها بين 160 إلى 170 كيلومتر حركة هذا الإعصار ستكون باتجاه الشمال الغربي والشمال تدريجيا بتحرك غدا صباحا يوم السبت بتحول إلى إعصار من الدرجة الأولى أي تقل قيم الضغط الجوي في مركزه أيضا تقل سرعة الهواء اللي بتكون مصاحبة إله إلى حدود بين 100 إلى 120 كيلومتر ويوم السبت ظهرا ومساءا بتأيضا تقل سرعة الرياح يتحول مساء السبت وصباح الأحد إلى عاصف مدارية ويوم الأحد ظهرا بتحول إلى منخفض مداري يؤثر على شمال عمان والمناطق الشرقية لليمن وجنوب المملكة العربية السعودية وفي وقت متأخر ممكن يؤثر على المناطق الجنوبية لدولة الإمارات العربية لكن تأثيره في هذه المناطق رح يكون رياح نشطة إلى قوية مثير الغبار والأتربة وأيضا زخات رعدية من المطر على فترات بإذن الله هذه هي الوضعية اللي متوقع أنه يكون تأثير هذا الإعصار والفترة الزمنية أيضا اللي بيأثر لكن زي ما حكيت أنه ميزت هذا الإعصار أنه بطيء مقارنة بسرعة الأعصير معدل سرعة الأعصير هو حوالي 30 كيلومتر في الساعة لكن معدل سرعة هذا الإعصار هو 10 كيلومتر في الساعة وبالتالي يبقى فوق كل منطقة منفردة فترة أطول وبالتالي بيكون تأثيره أكبر والناحية التدميرية اللي بتركها تكون أكبر سيد جمال طيب التأثيرات اللي ذكرتها حضرتك خلال حديثك من سرعة الرياح الأمواج وما إلى ذلك مدى تأثيرها على السكان في سلطنة عمان سيد جمال هل ستحد من حركتهم كما هيحدث من حركة الطيران في السلطنة كناس عاديين يعني طبعا إشي أكيد أول إشي ارتفاع منسوب المياه بشكل واضح خاصة المناطق الساحلية ارتفاعها حوالي 3 إلى 5 متر عن المستوى الطبيعي إلها اثنين سرعة الرياح القوية جدا والعاتية جدا أيضا هاي بتأثر على حركة الناس أيضا الفيضانات والسيول تؤثر على حركة الناس وأيضا تؤثر على الحركة البحرية والجوية والحركة البرية سواء كان إنسان بتحرك بشكل منفرد بدون آلية أو تأثيره على السيارات أو تأثيره على المناطق الساحلية سواء كانت سفن أو موانئ وتأثيره أيضا على كل وسائل النقل بما فيها أيضا الطيران خاصة الإقلاع والهبوط وخاصة الويوم الخطيرة التي تصاحبه هي من غيوم الركام المزني التي تشكل خطر كبير وتؤدي إلى سقوط كميات كبيرة من الأمطار في فترة زمنية قصيرة شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة حدثنا عبر الأقمار الصناعية من عمان السيد جمال الموسى ومستشار الأرصاد الجوية بمركز طقس العرب ترجمة نانسي قنقر